قوة حفظ السلام ترقب الموقف المتوتر في العاصمة رد فعل شرس على استهداف مسجد وقد فر عشرات الآلاف من المسلمين حتى الآن من العاصمة بانجي إثر هجوم قيل إن مسلحين مسيحيين شنوه عليهم هجوم جاء في عقاب استهداف كنيسة من قبل مسلحين يقول مسيحيون إنهم مسلمون كل هجوم يقابله هجوم مضاد وهذا هو التحدي الذي تواجهه جمهورية أفريقيا الوسطى الآن ويشكل المسيحيون خمسين بالمئة من سكان البلاد فيما يشكل المسلمون خمسة عشر بالمئة واشتد التوتر بين المجموعتين بعد استقالة أول رئيس مسلم للبلاد وهو ميشيل جوتوديا في كانون ثاني يناير الماضي بعد اتهامه بعدم اتخاذ ما يكفي من إجراءات لمنع استهداف المسيحيين ومع اشتداد العنف تبرز المخاوف من حدوث كارثة إنسانية فقد هجر الملايين بيوتهم إلى مخيمات كهذه وتقول منظمات خيرية إنها قلقة بشكل خاص على النساء والأطفال لأنهم أكثر عرضة لخطر الاستغلال الجنسي والمجاعة والمرض